السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم جميعا بالخيرات والمسارات وحياكم الله في الدفعة الخامسة لدورة الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا الكتاب لا يجهله أحد في أعمال القلوب والسلوك وكذلك الدعاء وتصفية القلب وتعليقه بالله سبحانه وتعالى هو كتاب لا يحتاجه الصغير والكبير والذي درسه من قبل والذي لم يدرسه من قبل وقبل أن أتكلم عن تفاصيل الدورة أمران مهمان الأمر الأول يعتب علينا كثيرون أن الإعلان عن الدورة يعني لا يكاد يصل إلى العدد المرجو فنرجو من كل من رأى الإعلان أو شارك أو حتى إن كان لا يريد للشارك أن ينشره في مجموعاته وبين أهله وأحبابه وأصحابه التنبيه الثاني أرجو أن تسمع هذه الصوتية التوضيحية سماع جيدا لأن فيها الجواب عن كل الأسئلة التي تنشأ في أذهانكم بعد ذلك فاستعمعوا لها وتنبهوا لما فيها وأيضا لأننا ما نحب أن كثرة الرسائل تزعج المشرفين والمشرفات لأن الأعداد ضخمة مهولة فما يستطيعون أن يريدوا أن يجيبوا للجميع وإن كانوا يعني يتمنون ذلك ويسعدهم ذلك ويشرفهم ولكن الوقت لا يستوعب كما تعلمون والإنسان تجمع له مهام كثيرة فأولا الدورة هذه هي دورة مسجلة دورة مسجلة يعني سننزل إن شاء الله درسا كل أسبوع وسأذكر التفاصيل الآن إن شاء الله من الأمور المهمة أن المشترك يعني إذا حضر هذه الدورة وتمها بشروطها سيحصل على شهادة إجازة بسند متصل إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما معنى الإجازة وما فائدتها هذا كل موجود في قناتي على التليغرام تجدون إن شاء الله بيانا حول هذا الأمر الأمر الثاني الدورة ستكون على الواتس أب الدورة ستكون على الواتس أب ننزل الدرس ونبين لكم البطلوب الأمر الثاني كم عدد الدروس التي في هذه الدورة وكم عدد ساعاتها عندنا أربع الدروس في ثمان ساعات هذا أصل الكتاب ثم إذا انتهينا من الكتاب توجد محاضرة خامسة متممة للدورة أيضا مطلوب من المشتركين أن يستمعوا لها بإذن الله تعالى طيب المدة التي ستكون فيها هذه الدورة هي المدة شهر واحد بإذن الله تعالى في كل أسبوع درس واحد وقد يمتد يعني إلى شهر وأسبوع إذا أضفنا المحاضرة الخامسة بإذن الله تعالى طيب في كل أسبوع سننزل درسا واحدا طيب السؤال الذي يكثر السؤال عنه هل يجب أن أنهي المقرر الذي أزل في نفس اليوم؟ لا الجواب لا يجب أن تنهيه في نفس اليوم المحاضرة ستنزل إن شاء الله تقريبا كل خميس أو كل أربعة غالبا الخميس طريق الدورة إن شاء الله فكل خميس نزل درسا واحدا الدرس مدته ساعتان فأنت تقسم هذا الدرس الدرس الذي هو بساعتين تقسمه على مدة الأسبوع كاملا إن أردت أن تنهيه في نفس اليوم بالضوابط وعدم التسرع مع التأني وتدوين الفوائد والاستفادة فبها ونعمة الحال الثانية إذا كنت مشغولا أو عندك ظروف وأحوال فيمكن أن تستمع كل يوم ربع ساعة عشرين دقيقة نصف ساعة حتى تنهي الشريط عندنا أربعة أشيطة كما ذكرنا أربعة مقاطع في كل مقطع ساعتان فهكذا تتم هذا الأمر بهذه الطريقة بإذن الله تعالى متى ستنطلق الدورة؟ بإذن الله تعالى ستنطلق الدورة الخميس بعد القادم أو اليوم يعني سندخل الخميس بعد الفجر يوم 11 رجب الموافق 2 فبراير ستنطلق بإذن الله 2 رجب 11 رجب 1444 السنة التي نحن فيها وبتاريخ 2 فبراير 2 فبراير بإذن الله تعالى من هذه السنة 2023 طيل كيف ألتحق بهذه الدورة مجرد انضمامك لرابط الواتس أب للمجموعة الخاصة على الواتس أب فأنت قد انضمت إلى الدورة مباشرة هذا يعتبر انضماما ويعتبر تسجيلا ما في تسجيل ثاني إلا في نهاية الدورة إن شاء الله نرسل لكم رابط استبيان للملء البيانات للحصول على شهادة الإجازة لمن أتم الدورة بشروطها السؤال الذي أيضا يعني يسأل أيضا كثيرا ما هي شروط الالتحاق بالدورة شروط الالتحاق بالدورة إحنا أولا أنبه نحن سنقرأ دورة مختصر الداء والدواء من كتاب مختصر الداء والدواء عندنا كتاب الداء والدواء الأصل لابن القيم رحمه الله تعالى والذي اختصره الدكتور أحمد بن عثمان المزيد نحن لا ندرس الكتاب الأصل الكامل الطويل لا نحن ندرس المختصر وسنرسله إليكم إن شاء الله في القناة وفي المجموعة أيضا بإذن الله تعالى الأمر الذي يليه من الشروط الالتحاق بالدورة كما قلنا الكتاب إن استطعت أن تشتريه في المكتبات تسألهم عن مختصر الداء والدواء لابن القيم الكتاب غير موجود ما عندك المبلغ لا تعرف أين تبحث عنه سنرسله إليكم بي دي اف إما تتابع عن طريق الجوال أو الأفضل الاقتراح ثاني أن تطبعه تذهب إلى المكتبة الكتاب في كم و تسعين ورقة يمكن أن تطبعه من المكتبة استأذننا المؤلف وسمح لنا بهذا فيمكن أيضا أن تطبعه بأوراق من عندك في البيت أو في الاستوديو أو مركز التصوير في حيك وتتابع منه وتكتب الفوائد على طرف الكتاب الشرط الثالث تدوين الفوائد على طرف الكتاب أو في دفتر أو نوتا أو كناشة ملاحظات هذا لمن كان يجيد القراءة والكتابة أما من كان أميا ككبار السن ونحو ذلك فإن هؤلاء معفيون من شرط تدوين الفوائد لأنهم لا يجيدون القراءة والكتابة كبار السن جدا الذين لا يعرفون الكتابة من الأميين وغيرهم فهؤلاء شرط تدوين الفوائد معفوا عنهم الشرط الذي يليه هو الالتزام بالمدة المحددة لأننا كثيرا ما نشتكي من الذين يخرجوا لنا بعد الانتهاء من توزيع الشهادات وكذا أنني أتممت بعد ذلك أنني كذا أنني كذا فنرجو من الجميع أن يلتزم بالمدة المحددة حتى لا يكثر الإحراج بينهم وبين المشرفين والمشرفات طيب سنرفع لكم استمارة لملء البيانات بعد الانتهاء من الدورة بعد الانتهاء من الدورة كاملة بإذن الله تعالى لملء البيانات والاسم صحيحا كما سيقضع إن شاء الله في شهادة الإجازة بإذن الله تعالى والله مطلع ومراقب لكل طالب فالمقصود أن الإنسان إذا اشترك في هذه الدورة لا يكون همه متى تنتهي ولا يكون همه متى سأحصل على شهادة الإجازة بل يكون همه الأكبر وغايته العظمى وهدفه الأسمى أنني أستفيد وأفيد وهذه الدورة إذا استفدت منها أبلغها طلابي أبنائي بناتي جيراني أصدقائي في الكشتات في الطلعات في الروحات في الجيات وهكذا فيكون هذا الكتاب حاضرا في حياتنا وخصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على تنقية قلوبنا وتصفيتها وتهذيبها لما يحب الله ويرضاه فهذه هي الخلاصة وهذا التوضيح البياني الذي نحب أن الإنسان أن يسمعه وإن لم يفهمه فليسمعه مرتين ثانية وثالثة ورابعة حتى لا يكثر من السؤال للمشرفين والمشرفات ونسأل الله عز وجل أنكم أظيم النفع ورفع القدر محدثكم سامي هوساوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته